مرحبا للجميع معكم صالح بخري مدير مركز حماية الأولاد والشبيبة المتضررين جنسيا وجسديا بيتلين الناصري حبيت من خلال هذا الفيديو القصير أن أوجه رسالة هامة للأهالي كيفما لكل بعرف أننا اليوم موجودين في مرحلة صعبة نتيجة تفشي وباء الكورونا في معظم دول العالم وتفشيه أيضا للأسف عندنا هنا في البلاد فأقول للأهالي أننا اليوم موجودين في حالة حرب ليس فقط ضد فيروس ووباء الكورونا إنما أيضا في حالة حرب ضد فيروس ووباء قديم جديد اللي كان موجود قبل الكورونا والازداد انتشاره بعد فيروس الكورونا وهو وباء الاعتداءات الجنسية على الأولاد والشبيب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية والألعاب الخطرة مثل البوبجي والفورتنايت وتطبيق تيك توك كيفما لكل بعرف أن اليوم إحنا ولادنا وبناتنا موجودين بدون أطور تعليمية كليات موجودين في البيت وهني بيقضوا ساعات جدا طويلة خلف هاي الشاشات الذكية فأنا بتوجه من هون للأهل من أجل الانتصار على وباء الكورونا ووباء الاعتداءات الجنسية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إنه تزيدوا مراقبتكم لأولادكم واتقيدوا الساعات اللي فيها أولادكم بيقضوها خلف الشاشات الذكية والإلكترونية وبحب أقولكم إنه إحنا هون الطاقم بيت لين الناصري موجودين هون عشانكم كمان بهاي الفترة الصعبة في فترة الكورونا من أجل مساعدتكم ومساعدة أولادكم وبالنهاية بتمنى الصحة والسلامة للجميع شكرا